خليني أسألك في البداية ما هي أقسام المياه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن ولاه بعد قلنا إن النجاسة نجاسة تاني نجاسة حقيقية مادة نجسة أصابت البدن أو السب أو المكان فعجب شرعا إزالتها وفي نجاسة حكمية يعني الحدث يعني ما يطلب فعله ليدخل المسلم في الصلاة أو غيرها من العبادات كالطواف يعني الإنسان مثلا عندما يدخل إلى الخلاء للبول أو الغائط يحتاج إلى نوعين من الطهارة لأنه وقع في نوعين من النجاسة يحتاج إلى تنظيف موضع الخبس من قبل أو دبر وده إزالة للنجاسة الحقيقية ثم يحتاج إلى الوضوء ليدخل في الصلاة وده رفع للحدث اللي هي النجاسة الحكمية أو الاعتبارية زي ما قلنا ومن ثم تقسيم المياه إلى أقسام مرتبط بأنواع النجاسات الكلام اللي تكلمنا علي قبل كده والمياه في الإسلام ثلاثة أقسام أولها الماء الطهور والماء الطهور الماء الطبيعي الماء المطلق وهو يصلح في رفع النجاسة بأنواعها ينفع تغسل به مكان تنجز بنجاسة مادية حقيقية وينفع تتوضى وتغتسل به وهذا الماء الطهور يشمل ماء الأمطار وماء الأنهار وماء البحار وماء الآبار وماء العيون وكل ماء طبيعي موجود في هذه الحياة كل المياه الطبيعية اسمها ماء طهور تصلح لإزالة النجاسات المادية وتصلح لرفع الحدث يعني الوضوء أو الوصل وهي الأصل في المياه الماء المطلق ده هو أصل المياه تمام ولا يضره أن يكون جاريا في مجرى فيتغير بطبيعة المجرى يعني تبقى المجرى اللي بيجري فيه طيني فيأخذ جزء من الطين ما يأسرش فيه حتى لو غير لونه أو يجري مثلا في مجرى رملي ولا صخري ولا جيري ولا حجري فيتأثر بلوني هذه المادة أو تخلطه هذه المادة وهو جاري لا يضر ذلك ويبقى ماء طهورا على أصله نوع الثاني الماء الطاهر غير الطهور أو غير المطاهر وهذا الماء في الأصل ماء طهور لكن خالطه مائع أي سائل أو مادة طاهرة أخرى فغيرت أوصافه اتخلط عليه عطر اتخلط عليه شيء ما من المواد الأخرى الطاهرة كعصير كخليط من أي نوع من الأنواع فغير أوصافه فماء الورد وماء العطور والكلونيا وماء الليمون وإلى آخر دماء طاهر يصلح في إزالة النجاسة الحقيقية ينفع الواحد يستنجى بيه لكنه لا يصلح في إزالة النجاسة الاعتبارية يعني إزالة الحدث يعني لا يصلح الوضوء أو الوصل فإزالة النجاسة الحقيقية عندي يساوب بال عليه طفل ينفع أخسره بمية كولونيا بمية صبون بمية أي حاجة في الدنيا ويبقى تطهر ومش محتاج بقى إيه يقولك عندنا بس بعد ما تخسره بالصبون لازم تتشاهد عليه لازم تشطفي بمية طاهرة تماما لا مفيش الكلام خلاص مدام أزالت عين النجاسة بمادة طاهرة أجزاءها ذلك ولا تحتاج إلى شيء آخر لكن هذا الماء المخلوط بصبون ولا المخلوط بكولونيا ولا معرفش بإيه لا يصلح للوضوء الوضوء لازم مية الحنفية الماء الطبيعية اللي ربنا خلقها زي ما هي كده من غير أي مخالط مغير الأوصف يبدأ النوع الثاني اللي هو الماء الطاهر غير المطاهر اللي هو طاهر في طبيعة لكن خالطه ماء آخر أو خالطه سائل آخر طاهر فغير أوصف والنوع الثالث الماء النجس وهو الماء الذي أصابته نجاسة الماء النجس هذا أو المتنجس إما أن يكون الماء اللي أصابته نجاسة إما بداية أن يكون جاريا فلا تضره النجاسة الماء الجاري لا يحمل النجاس يبقى ماء النهر وماء البحر اللي وقعت فيه نجاسة لا تؤثر لا تضر لأنه كتير ولأنه متجدد ولأنه متدفق ولأنه النجاسة اللي أصابت هذا الموضع بعد عشر ثواني مش هتبقى في هذا الموضع فلا يضره ما أصابه من النجاسة النوع الثاني ماء راكد كثير والماء الراكد الكثير قدروه أو الفرق بينه وبين القليل اللي هنكلم عنه بعد شوية الحجم بتاعه الكمية بتاعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبس والقلتين سيدنا بن عباس روي الحديث قال من قلال هجر تسع القلة قربتين وشيئا أما تيجي تحسبها في الآخر تلاقي القلتين دول من قلال هجر اللي هم حوالي خمس قراب من قربة الشاء يعني حوالي ميتين لتر بالتقدير المعصر في المتوسط فإذا كان الماء الراكد مئتي لتر وقعت في نجاسة يبقى الحكم الفقه إنه لا تؤثر فيه حتى تغير أحد أوصافي الماء الكتير ده ميتين لتر ده مية كتيرة جدا فلما تقع فيها نجاسة نسأل سؤال النجاسة دي غيرت الطعم إليها يعني خاد طعم النجاسة ولا غيرت اللون في خد لون النجاسة ولا غيرت الرائحة في خد رائحة النجاسة فإذا غلبت على أحد أوصافي تنجس حتى لو كان كثيرا فوق المتل لتر أو كان أو إنها لم تؤثر على أحد أوصافي أصابته نجاسة قليلة فلم يظهر لها أصف والماء كثيري بقى لا تؤثر فيه النجاسة وإذا كان الماء قليلا يعني أقل من القلتين فأي نجاسة وردت عليه نجسته حتى لو كانت قليلة يبقى دي أقسام المياه من حيث الطهورية ماء مطاهر طهور أو مطاهر وماء طاهر غير مطاهر وماء نجس على أحكامه السلاسة إما أن يكون جاريا أو راكدا كثيرا أو راكدا قليلا وقلنا أحكام السلاسة ده من نسبة الأقسام أغمية خلينا قبل أن نتقل إلى السؤر وأسأل سؤال هنا المياه التي كانت نجسة وأعيد تطهيرها مرة أخرى وأعيدت إلى الزراعة أو إلى الحنفيات في البيوت أو غيرها وهذا نراه الآن من مياه الصرف الصحي التي بعضها يستخدم للزراعة والبعض الأخر تنقية أكثر دقة فتعود إلى المنازل أشكرك طبعا على السؤال هذه من المسائل من النوازل الحديثة الماء اللي كان نجس وأزيلت عنها أوصاف النجاسة وتمت معالجته وتم إعادة تقديمه مرة تانية بخصائص ومواصفات الماء الطهور أو الماء الطاهر هذه المسألة مناطها الفقهية يعني الحكم الفقهي بتاعها مرتبط على الحكم العلمي عليها يعني أنا لما تجيني المسألة دي هروح أسأل أهل الاختصاص إخواننا الكرام بتوع الكيميا وبتوع الفيزياء والأطباء وقال لهم يا جماعة أفيدون أفادكم الله هذا الماء إذا استخدم في الزراعة وإذا استخدم في يعني غسيل الثياب وإذا استخدم في كذا وكذا هل يمكن أن يتلتب عليه أي ضرر بالإنسان هل بيتم فعلا تخليصه من كل المواد النجسة والضرر تماما فيصبح نقيا نقاءا حقيقيا بناء على حقيقته الطبية على حقيقته الكيميائية على حقيقته الفيزيائية نستطيع أن نحكم عليه بالطهورية أو بعدمها لأن الحكم على الشيء أستاذ حسان فرع عن تصوري فرع عن إدراك حقيقته فبدرجة الطهورية التي يكون عليها يكون الحكم الفقهي لكن أنا لو حكم هؤلاء المختصون بأنه طهور تماما ونقي تماما أرى أن يستعمل في كل شيء إلا في شيئين من باب الاحتياط الأول الطهارات الوضوء والغسل لدي أحكام تعبد فخلينا نبعد فيها عن أي شبع عن أي احتمال والشرع الدانة نموذج أن الماء الطاهر اللي خلطه مادة طاهرة خلطه عطر يعني هو ماء طهور نازل من السماء بس خلطه عطر ليه يصلح الوضوء والغسل تمام ويفضل وضوء الغسل بالماء الأصلي بأصل المطر بأصل مية النهر أو البحر خلينا فيه أحكام التعبد عند هذا القدر الأمر الثاني في شرب الإنسان أو استخدامه في الطعام لا يجوز الاجتراء على ذلك إلا إذا كان هناك يقين بانتفاق الضر وأنا أظن أن مسألة اليقين بانتفاق الضر غير متحققة حتى الآن وحتى الآن المياه المعالجة حتى الآن لا أعلم أن نظاما طبيا في العالم أجازها للشرب أو أجازها للاستخدام البشري المباشر يبقى نحترز في هذا خوفا على صحة الإنسان ونحترزه في الأولى من باب الصيانة للعبادة لكن ما سوى ذلك مما يفتي أهل الاختصاص بجواز استخدام هذا الماء في بدون ضرر لا مانع أشكرك شكرا جزيلا دكتور وخليني أنتقل إلى الشق الآخر من السؤال السؤر ما هو السؤر؟ السؤر حضرتك حضرتك لما يبقى فيه إناء فيه مية ويشرب منه شارب تماما يبقى ما بقي من الماء بعد شرب الشارب يسمى سؤرا أي بقية الماء نعم الآن لو في إناء وشرب منه شارب ما بقي في هذا الإناء من الماء يسمى سؤرا تمام؟ هذه الأسأار المياه المتبقية بعد شرب آدمي أو حيوان أو طير منها ما حكمها باختصار شديد لا خلافة بين أهل العلم على أن سؤر الآدمي ولو كان كافرا طاهر يجوز شربه ويجوز الوضوء الغسل به اتنين لا خلافة بين أهل العلم كذلك في المية تحديدا أنا أتكلم على مية مية طبيعية شرب منها آدمي نعم خلاص ليس كافرا مؤمن أو كافر مؤمن أو بني آدم بني آدم فهذا الماء الذي هو سؤر آدمي طاهر طهورية كاملة بغير خلاف نعم اتنين سؤر ما يؤكل لحمه من الطير والحيوان الدواجن والأنعام البقر والإبل والماعز والضقن كل هذه الأشياء وهذا أيضا لا خلافة بين أهل العلم على أن أسؤارها طاهرة يجوز الوضوء والغسل به يبقى حضرتك فيه إناء مية فيه يعني أهلنا كده في القرى اللي في المزارع يعمل كده جب ومية فتيجي المعزة أو الجموسة أو البقرة تشرب منه هل ينفع بعد ما شربت البقرة يروح يتوضى من الماء دي ينفع جدا فلا خلافة أيضا على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر نعم ثلاثة سؤر ما لا يؤكل لحمه الأسود والضباع والزئاب والسعالب والسقور والنصور فيها خلاف والراجح أنه أيضا سؤر طاهر يجوز استعماله والوضوء به والغسل به حتى لو كان يأكل لحم حتى لو كان غير مأكل اللحم حتى لو كان حيوان جارح أو مفترس يبقى لدينا شيئان حصريان سؤرهما متنجس لا يجوز الوضوء به ولا الغسل منه وهم الكلب والخنزير أما الكلب فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا فدل ذلك على أن ثمت منعا وحظرا في التعامل مع سؤر الكلب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا إحدهن بالتراب أو أولهن بالتراب أدي واحد اتنين الخنزير لأن الشرع شهد بالنصوص القطعية بأن لحمه نجس ولعابه نجس وأنه لا يجوز أن يستعمل ومن ثم إذا خالط لعابه النجس ما أن تنجس ذلك الماء بملاقاته اللعاب النجس يبقى فقط سؤر الكلب والخنزير هما الذين لا يجوز التوضوء أو الوصل بهما أما ما سوى ذلك من الأسئار على الراجح الصحيح جائز أن يتوضأ بها أو يتطهر أو يغتسل بها وهي مياه طاهرة على أصل الطهورية شكرا شكرا